ينضم لنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي العميد الركن محمد الكوميم سيادة العميد مرحبا بك أهلا وسهلا من خلال اطلاعك على الأحداث يعني ما الذي قدمته أو الحلول التي قدمتها السياسة الجامنية منذ الهدنة إلى اللحظة الحلول هذه التي قد تكون أقرب إلى الصالح الإنساني أولا مساكم الله بالخير قدمت كثير من التعاطي الإيجابي مع كثير من المبادرات وكثير من المساطات التي سواء الإقليمية أو الأممية من أجل يعني إحلال السلام في اليمن ومع العلم أن كل العالم يعلم أننا نسير في طريق مسدود لأن الحوثي ليس شريكا جادة للسلام والحوثي واضح أنه ذراع إيرانية في المنطقة بعيدا تماما عن منطقة السلام أو منطقة الفهم لغة السلام المبادرة التي تعطت الدولة اليمني معها بكل إيجابية وقدمت كثير من التنازلات إلى أننا أصبنا بغضب شديد من تلك التنازلات اليوم نرى أفق مسدود تماما نرى مزيد من الأسلحات تصل إلى الحوثي عبر المنافذ البحرية وعبر الموانئة اليمنية التي تم حمايتها من قبل اتفاق ستوكول نرى أن الحوثي جاد وماضي في معركته ضد الشعب اليمني وفي نفس الوقت هو يفاوض فقط من أجل استغلال الوقت ومن أجل الغراج السياسة الدولية في أمور لا أهمية لها من خلال شروط تعجيزية ومن خلال طلبات غير قابلة للتنفيذ حتى يستطيع أن يستغل ذلك الوقت للاستعداد للمعركة اليوم سمعنا قبل قليل معارك في مارب وضرب في الضالع وقبلها في تعز وفي الأخير الحوثي أيضا كثير من التصريحات التي يطلقها الدجال عبد الملك الحوثي وكثير من قياداته أنهم مستعدين للمعركة مستوصل التحريض مستمر يثبت الحوثي يوما بعد يوم أنه الذراع إيرانية وجد لغرض إذاء اليمن وإذاء المنطقة اليوم الأسلحة تصل خلال ثلاثة شهور تقريبا سبع شحنات تم ضبطها في البحار وهناك العشرات من الشحنات التي لم يتم ضبطها والتي تم أكيد أنها استطاعت أن تصل إلى الحوثي وهي أيضا أسلحة ذات نوعية متطورة دليل قاط على أن الحوثي يريد أن يرفع من سكف المواجهة في المرحلة القادمة قد تكون على البحار وقد تكون أيضا للجوار ودليل أيضا أن الحوثي ليس مشروع مرتبط باليمن بل هو مشروع يراد أن يؤذي العالم بشكل عام منابع النفط في العالم خط سير السفن التجارية التي يمر من البهر الحمر وهذا هو الخطر الكبير يعني مع هذا التعنة الحوثي الذي ذكرت سيادة العميد لن يكون هناك حلول واقعية تخرج مثلا بالنفع على هذا الشعب اليمني أختك كريمة نحن نتكلم على 19 سنة حرب من الحوثي نتكلم من 2004 إلى اليوم كلما كانت الدولة تقدم كثير من التنازل لا أتكلم عن الفترة الأخيرة لا أتكلم من 2004 نعم كان الحوثي يستسلم تماما ويقدم استسلام حطي أنه أصبح موافق على أن يكون جزء من الشعب اليمني وأن يكون جزء من الدولة اليمنية وأنه ملتزم بشروط الدولة اليمنية هو في نفس الوقت يوقع والأسلحة تصل إليه ويستعد لمعركة ثانية وكذلك تمت في الثالثة والرابعة والخامسة إلى أن وصلنا إلى ما نحن اليوم الحوثي ليس شريك للسلام ويتعامل مع اليمن كبقعة جغرافية فقط من أجل استمرار الحروب وأنا متأكد وقد قلتها كثير مرة أننا لو أفترض أننا قبلنا بكل شروط الحوثي وأننا سلمنا له اليمن بالكامل وأننا استسلمنا لخرافة الولاية ولفكرة الحوثي الغير منطقي بنظرة الإصطفاء الإلهي لن يتوقف عند هذا الحد الحوثي مشروع لا له علاقة باليمني يعني الحوثي له أفكار خارج اليمن حتى مع فكرة أننا سنسلم له اليمن وسنقبل بخرافة الولاية فالحوثي هو مشروع خارج عن طاقة اليمن وسينتقل بالمعارك إلى خارج الحدود اليمنية وهو يعتبر فكر عابر للقارات سيؤذي اليمنيين بشكل مستمر لن يتوقف لن تتوقف الأدماء ولذلك فهو خطر خطر كبير جدا وأنا أقول أنه لا يقل خطورة عن القاعدة وداعش بل يتعداه بمراحل نظراً لما يعاني الشعب اليمن اليوم من فقر وجوع ومرض ومن استقلال لمعاناته ومن تجويع ممنهج إضافة إلى فكرها العسكري الخبيث فيما يتعلق بإذاء الجوار وبإذاء خط الملاحة البحري ونعلم أن خط الملاحة البحري في اليمن تمر منه 12% من التجارة العالمية أي ما يعادل 2.5 مليون دولار في السنة وهذا يعني ما يعطي إيران الفرصات لبسط نفوذها في المنطقة عن طريق الشرطي الذي يسمى الحوثي في المنطقة طيب يعني مع السلاح أو إرسال إيران لا تزال للأسلحة للحوثيين وفي ذات الوقت يتمللنا عن إلقاء القبض على مهربيها يترى ما هي الرسالة التي تود إيران إيصالها للعالم إيران هي ماضية في مشروعها يعني في الأخير هي صاحبة مشروع وفكر تصدير الثورة الإيرانية إلى كل العالم هي من ضمن دستورها وهذا الذي لا يعرفه الكثير أن من ضمن الدستور الإيراني وهو يعتبر النهج وسلوك دولة أنها تسعى إلى تصدير الثورة الإيرانية في كل أسقاع العالم وتريد أن تبسط نفوذها في المنطقة تريد أن تصر رسائل للعالم أنها موجودة وجدتها الحوثي هذا ضالتها يعني عبارة عن أشخاص لا يفهمون لا يعقلون لا يدون كل ماذا يعملون تمتع بيئتهم بخرافة لا علاقة لها لا بالدين ولا بالوطن وإيران الآن تنفذ أجندتها ومشروعها الذي ننصص عليها في دستورها يعني في تصدير ثورتها وهي تريد أن تصدر هذا الفكر الخبيث وتريد أن تؤذي العالم وتفرض هيمنتها من خلال المنطقة ونعلم جميعا أنها تنظر بجدية تامة إلى المقدسات الإسلامية في المنطقة كالحرمين الشريفين المدينة ومكة المكرمة وتنظر أيضا إلى منابع النفط وباعتبر أن المنطقة الخليج أيضا تعتبر من أهم المناطق أو منابع النفط في العالم وتحمل احتياطي كبير العالم ولذلك يا إيران تنظر لهذا الأمور من ناحية استراتيجية كبيرة جدا ويعني بات العالم يعلم ما هي مخططاتها ولكن ما يؤسن أننا نكون كيمنين جزء من هذا المخطط الخبيث وأن يكون هناك شخص يحملون الجنسة اليمنية يحملون هذا الفكر الخبيث وينفذون هذه الأجندة التي تؤذي اليمنين بشكل أصبح مؤذي للعالم أيضا يعني كما ذكرت العالم يسعى للسلام وإيران تسعى للتهريب الأسلحة للحوثيين وكما ذكرت أن الحوثيين بذلك يستعدون لما حركة شديدة طيب هل تم إعلان السلام في اليمن وإنهاء تحركة العسكرية لاستعادة دولة من يدى الحوثيين طالما أنها تعلن حرب أو مر حرب جديدة طبعا الدولة اليمنية بذراعها العسكري أو الجيش الوطني والقوات المسلحة يمية بكافة تشكيلات القتالية المتوجدة على الميدان هي تدرك هذه الحقيقة وكما قلنا أن من أهمية أو كان من ضمن قرار نقل السلطة للمنسي القيادة الرئاسي استعدت الدولة سلما أو حربا مرحلة السلم ماضية ولكن في الأخير مرحلة الحرب الناس جاهزين لها ومستعدين لها وهناك استعدادة لأننا نتعامل بعقلية الحوثيين العسكرية واليوم نرى تحركات في كل الاتجاهات نرى إعداد وتأهيل القوات نرى جدية تامة في توحيد الصف الجمهوري وفي توحيد غرفة عملية المشتركة وفي توحيد تصويب البندقية باتجاه الحوثيين اليوم نرى هناك كثير من الخطوات الجادة التي تسعى الدولة اليمنية لتوحيد الصف كامل على مستوى السياسي وعلى مستوى العسكري وهناك رأينا الفرق الركنطار قنايب رئيس المنسي القيادة الرئاسي في تاعز ورأينا هناك التفاف كبير حول هذه الأزيارة الطيبة هناك هيئة المصالحة تعمل في عدن لإنعجاد أو توقيع وثيقة هامة للمصالحة اليمنية وكل ذلك في طريق الاستعداد العسكري لأننا نعلم في الأخير أننا أمام عصابة عسكرية لا تعامل معك إلا باللغة القوة ولا تعرف إلا منطقة القوة وهذا واجب الدولة وتعتبر قوة المسلحة يدرع الرئيسي للساعة الدولة نعم وهذا منتبهنا سيادة العميد المحلل العسكري والاستراتيجي العميد محمد الكميم شكرا جزيلا لتواجدك معنا في ملفات إخبارية